أكد رئيس مجلس الوزراء أن تحريج أسعار الوقود جاء نتيجة الأعباء التي تحملتها الدولة بصورة إضافية لتوفير المواد البترولية اللازمة لضمان عدم انقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى أنه تم الاتفاق على عدم تطبيق أي زيادات أخرى خلال الستة أشهر القادمة لضمان سابة مستوى الأسعار بشكل عام بتابع طبعا ردود الأفعال بعد الزيادات اللي حصلت مبارح في موضوع الوقود وخليني أذكر حضراتكم بمنتهى الشفافية احنا اتكلمنا على هذا الموضوع مع بعض وشرحت لحضراتكم مدى متى تتحملوا وتحملتوا الدولة من أعباء على نتيجة لزيادات أسعار الهائلة للمنتجات البترولية والوقود واللي احنا تحملنا بصورة إضافية عشان ندبر موارد إضافية عشان نضمن عدم تقطع الكهرباء مرة أخرى واتكلمت بمنتهى الوضوح وقلت احنا مضطرين ان احنا نزود تدريجيا الأسعار من هنا لغاية نهاية 25 فبالتالي احنا بناخد خطواتنا بناء على هذا الموضوع لكن اللي يمكن النقطة المهمة اللي انا عايز اأكد عليها وده كانت بالتنصيق سواء مع وزير البترول طبعا ومع حتى دراساتنا ورؤيتنا لازاي ان احنا نستهدف التضخم والدنيا تتحرك ان احنا اتفقنا مع الزيادة اللي حصلت مبارح ان احنا مش هيحصل زيادة أخرى لمدة 6 أشهر القادمة ودي علشان نعمل نوع من السبات وان احنا نساعد في انزال التضخم في الفترة الجاية الاهم ان احنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على اساس ان كان سعر البرميل 80 دولار طب النهاردة السعر 73 يبقى معنى كده ان لدينا فرصة اذا استقرت الاسعار على هذا المتوسط اللي هو 73-74 يبقى عندي فرصة كدولة ان انا ما زودش الاسعار بالصورة اللي انا كنت حطتها كخطة من هنا لغاية اخر 5 عام